تحت شعار منحة استحقاق ترسيخ لقيم التميزي نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة فلالت بالرشيدية حفلا تكريمية للمتفوقين والمتفوقات في امتحانة البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2018-2019 وعرف هذا الحفل الذي نظم بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين حضور مسؤولين جهويين والعديد من آباء وأولياء أمور التلاميذ المتفوقين نحن اليوم في أجواء الاحتفالية أجواء التميز أجواء الاستحقاق اليوم كربنا حوالي 25 طالباً اللي حصلوا على معدل 16 ما فوق 16 على 20 أي بميزة حسن سيدان كانت الحصادي الأكاديمية 96 منحة الحمد لله أنه نتائج في تصاعد حيث بلغت نسبة النجاحات سنة 78.34 ويمثل هذا الحفل اعترافاً بالعمل الذي يقوم به الأساتذة وأباء وأولياء الأمور في سبيل تحقيق نتائج دراسية جيدة لأبنائهم ولتلاميذهم الحمد لله في هذه السنة المؤسسة تزيد في الخدمة لها المنخرطين كان صراحة يوم احتفال بالتلاميذ الناجحين والمتفوقين في البكالورية معدل ما يزيد عن 16 على 20 في البكالورية الوطنية كان احتفال واحتفاء في نفس الوقت بالتلاميذ والآباء والأطر التعليمية كان بغير نشكر مؤسسة محمد السادس على النهض بالعمل الاجتماعي على هذه المبادرة التي ترصخ قيم التمييز وكشجع التلاميذ على التفوق وكان شكر الواليد والده على المجهودات الجبارة لهم التي عاونتها لكي نصل إلى هذا الشيء الآن في ذهبه وكان شكر أساتذة ديالي من أول سنة ديالي ديال الدراسة حتى الغاية الآن وترم منحة التفوق الدراسي استحقاق تحفيز ثقافة التمييز والتفوق الدراسي بهدف الارتقاء بجودة التعليم والإسهام في توفير مناخ معرفي مناسب للأطفال منذ سنواتهم الأولى